استحدثت مزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس عقد عمل جديد تحت مسمى عقد عمل مواطن دارس وهو عقد عمل بين صاحب العمل ومواطن دارس ملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل نافس وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي حددتها الوزارة وبشرط يتبع ذلك الالتحاق بالعمل لدى صاحب العمل للمدة المحددة في هذا القرار على الأقل وتلتزم المشآت التي تبرم عقود عمل مواطن دارس بإصدار تصريح عمل للمواطن وفق نموذج محدد في نظام الوزارة وأن تكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس المتعاقد معه وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة على أن تسدد المنشآت الأجر الشهري المحدد في عقد العمل بشرط أن لا يقل عن أربعة آلاف درهم يتم سدادها عن طريق نظام حماية الأجور وعلى أن يتم تسجيل المواطن الدارس في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة